عشر تيام تبدأ من يوم 12 لغاية يوم 22 ديسمبر في حدث فريد فرصة لصناعة المجد صحيح يمكن ما تكونش على مستقل أرقاب بطولة الأهلي حقق لقبها لكن مطشط الأهلي وفوز الأهلي على أبطال القرات أعتقد أنه خالد في ذكريات كل الأهلوية اللي تابعه وحتى اللي ما تابعوش وعرفه أو سمعه عن أمجاد الأهلي اللي بدأت في 2006 بتحقيه ميداليا برونزية واتكررت في 2021 بتحقيه برونزيتين تانيين مع بيتسو موسماني واللي أعتقد أن غالبية العظمى من الجيل اللي سفر للسعودية النهاردة وصل بالسلامة شارك في تحقيه الإنجازات دي طموحات لا حدود لها وفرصة الأهلي رغم أننا ممكن أن تكون البعثة مسافرة وإحنا قلقانين شوية أو مش في تمام الثقة لكن أنا شايف أن فرص الأهلي كبيرة جدا إن شاء الله بداية من يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مواجهة بكرة إن شاء الله واتحاد جدا وأوكلين سيتي رحب بضيوفي سعيد علي ونادر شبانة اللي بيشرفوني النهاردة في السادسة لبداية مشوار الحديث طبعا عن الأهلي في رحلة رقم 9 في كاس العالم للأندية سعيد مساء الخير مساء الخير عليك أستاذ أحمد أهلا مي أهلا وساء المي نادر مساء الخير مساء الخير أبو حميدو إن شاء الله تكون حلقة خفيفة وسعيد دائما وأبدا يعني أنا بطلع مسعيده معاك في الناس الطموحات إيه؟ عالية طبعا طبعا طول الوقت طموحاتنا عالية وأماننا كبيرة وإن شاء الله بإذن الله تكون بداية وانطلقة لموسم الأهلي وتكون فرصة لاستفاقة ذهنية أولا قبل ما نتحدث عن معنقة المجد والبحث عن المجد لطول وقت بندور عليه ويمكن النهاردة كان فيه سلام مهمة جدا للعيبة الأهلي من كريم بن زيمة لما بيتحدث في سياق البطولة عن الأهلي ويتذكر كم كان الأهلي مد وكم كان الأهلي فريق صعب جدا جدا في مواجهة ريال مدريد أعتقد دي رسالة أنتو حجمكم أهو العالم شاهيفكم كده الأسطورة كريم بن زيمة أتحدث عنكم بهذا السقل أعتقد أنها رسالة تعيد السقل من جديد لهم شوفوا حجمهم وحجم المسئولية الواقع عليهم ويكونوا بإذن الله في الموعد ويقدروا أقدمنا بطولة كعادتهم في البطولات الأخيرة مشاركات الأهلي نادر في كاس العالم الأهلي بقى تريد مارك وإذا كنت بتكلم عن المشاركات الأولى في بداية الألفية كان الأهلي لسه حديث العهد بمشاركة في كاس العالم لأندية كانت الخبرات اللي موجودة في مواجهة أبطال قرات إلى حد ما مش كبيرة قوي النهاردة بتتكلم على أنه بذات الجيل ده كمان قدر أنه يكسب تقريبا كل أبطال قرات أسيا أمريكا الجنوبية كونكاكاف باستثناء أوروبا الأهلي قدر يهزم أبطال قرات كلهم فبالتالي ده في حد ذاته بتهيلي واحد من أهم الدوافع أنك أنت تروح وإنت عندك طموح توصل لأبعد مدى متفق بنسبة 200% في موضوع أنه ده أهم الدوافع حاليا أنه ما فيش عندك فرصة أكتر من أن يكون عندك كاس العالم علشان تستفق من الكاب واللي بيمر بها النادي يعني طبعا ما فيش حد راضي عن النتائج الفترة اللي فاتت ولا جمهور ولا إدارة ولا لعيبة ولا جهاز فني ولا كل الكلام ده بس وانت ان احنا شوفنا الصورة بتاعت اللعيبة بالبدل وخلاص مسافرين اللي احنا صلحناك وخلاص يالله وارونا بقى تعملوا ايه حسنا في القاءة هو كل سنة يحصل نفس الكسة مش مسألة نتائج بقدر ملوها انت أيا كانت ايه المشاكل اللي ممكن تكون شفا في الفرقة بس بمجرد من خلاص اللعيبة داخل على بطولة كاس العالم للأندية ده في حياة يعني بالنسبة لنا احنا الحمد لله طبعا يعني ان احنا كنا بنشجع الأهلي فشوفنا الأهلي في كل المناسبات اللي شارك فيها في طولة كاس العالم للأندية من وقت 2005 لحد ما احنا بنكلم في 2023 لمرة الرابعة على التوالي بتشاهد الأهلي في كاس العالم للأندية ففي كل ما بيجي كاس العالم للأندية ده بيرجعلك تاني النستالجيا بتاعت اليابان وبعد كده بتفتكر الانجازات اللي حقتها مع بيتسو موسيماني من سنتين وبعد كده بتفتكر انك انت روحت قرارة ريال مدريد السنة اللي فاتت فانت عايز تروح تاني في كل مرة بتروح وهدف جمهور الأهلي بيجبر يعني احنا خلاص السنة اللي فاتت الناس لما شافتنا ان احنا نلعب على الثالث والرابع قالك عم مش فارق معنا دلوقتي قد ما كان فارق معنا احنا نوصل فينا بالظبط وناخد البطول ده بالنسبة لنا علو سقفة محاطي الأهلي من جمهوره دائما وابدا انك انت وصلتيني لدرجة ان انا عشمالي فان اني تاخد البطول واحنا شوية يعني ما عليش لو اتكيت على الجرح فان هو جرح انا زي ما هو جرحكم انتو كمان واذا كنا محرومين شوية من احنا نحقق نتاج على مستوى نحنا نوصل ايساسا لكاس العالم على مستوى المنتخبات او حتى لما بنوصل في المرات الندرة ما بنقدرش نعمل او نسيب ذكرى يعني باستثناء التعادل مع هولندا سنة التسعين واعتقد ان انتو الاثنين ما حضرتوهش اكيد كان افرح في الشارع مصر كلها كانت في الشارع لكن انا بيتهيالي انه الجيل ده كمان بالذات قدر يكسر الحاجز النفسي اللي موجود من وجهة الكبار لانه فيه 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 غير الاهلي هيبع عندك الفرصة انك انت تواجه الكبار العالم ان عندك الفرصة انك تخش مباررة رسمية مع نجوم زي هولن زي في الفاضن زي رودري زي مارسلو زي كينو زي جورديولا طبعا زي بنزيما وفابيني ونجولو كانتي في وحمد حجازي في عالمي باردور من اسمها انه حصل مشكلة كده مع الصحفيين في التاملينة بتاعت اتحاد جد بس ما عنديش تفاصيلها لكن هي فرصة كمان للعيب الكورة اللي بيبتدي المشوار من هو صغير عشان يوصل انه يحقل نفسه ماجد في بطولة زي دي صحيح احنا بنتكلم عن ان دي تكون نقطة انطلاق لانك مرفوعة عنك الضغوط لما يرتبط الحدث بوارديولا وكريم بنزيما والاسماء اللي حضرتك ذكرتها فانت بالتالي خلينا اقول النتائج عموما مقبولة في اي وضع لان انت بتقابل خصوم قوية جدا اسماء كبيرة جدا ميزانيات ضخمة ومفتوحة فبالتالي انت هنا العب من غير ضغوط حوافز ودوافع اكبر من اي وقت فات العب كورتك العب بالشكل اعتقدر بشوف ان اهم حاجة بيحتاجها النادي الاهلي علشان يقدر يعبر عن وجود قوي في هذه المناسبة ان احنا نفهم وندرك جيدا جميعا ان اولا مارسل كولر لم يذهب الى السعودية للاختبار يعني الراجل ده اللي يجح انه يحقق خمس بطولات في الموسم الماضي ليس محل اختبار في مباراة او مباراتين بعيد كل البعد عن ده لازم الرسالة دي تكون وصلانه مننا كجمهور كميديا اكيد اكيد وصلت له من بدري من مجلس الادارة انت رايح عشان تعمل شغلك الاعتياد العادي اللي احنا قدرنا من خلاله نصنع نجاحات ونصل جدا في قدرتك على ده وكل الرجل جاد جدا جدا في قراءة المواجهات المباشرة الاخصائية اللي يتحقق لقب تسرق لقب فلازم نعزز ده جدا جواه وننقله ده وننقل ثقاتنا فيه ثم اللعبين لازم يدروه جدا ان الرجل ده استحق منهم جهد اكبر يعني احنا في اخر مباراتين الرجل ده بتفع ضريبة تكاسل لا تركيز سرحان حاجات كتير جدا فلازم اللعبين بيحسب على فتورتها بالزبط بالزبط يعني مبارات بالوزداد الاخيرة تفاجأ بكم فرص انا شخصيا قلت هنا هقابل فريق متكتل انت قلت ليه بكيت هيغامر قلت لا هيجي تكتل لكن كم فرص وعمل ساحات ظهرت والرجل قدر يوصل لمناطق احنا جهوه ستة يارد ده ثلاث لعبين وبالتالي استمراء الحال تلاقي تركيز لازم اللعبة تدرك كويس جدا جدا ان قلاص مفيش فرصة لده كمان كل ريستحق منهم اخطر من ده فبالتالي انا بشوف انها فرصة ان شاء الله استعادة الحالة الزهنية استعادة اليقظة الحوافز الدوافع تدفعنا ان شاء الله ان احنا نقدم مباراة جيدة امام اتحاد جدا اكيد هو الخصم الاقرب لنا اسألكم بس علاماتش بكرة وتوقعاتكم لمين الاقرب رغم ان النتيجة جاي من الكنترول يعني بس بده وكل شيء وقارت في كرة القدم لكن خلينا اسأل نادر الاول كل رفا جئنا في اول نسخة كاس عالم لي يعني يعني الحقيقة احنا لعبنا البطولة اللي فاتت في ظل ظروف صعبة جدا رحلات سفر من ملعب لملعب حتى جوال مغرب نفسها ورغم كده قد معروض قوي جدا فاسف اول مباراتين منهم كانت مباراة في منتغى القوى امام فلوميننزي وحتى المطشين اللي اخسرهم امام ريال مدريد وفلمينجو يعني بشوف انه الاهلي كان اكتر من ند في المطشين دول ويمكن في مطش في مينجو كنا اقرب كمان لتحيي المكسب لولا بعض الاخطاء السلس جاياني اللي حرمتنا من اخطاء تحكمية كمان اخطاء تحكمية كان غربال مصطفى غربال صحيح وحكم المباراة حرمتنا من برونزية ربع لكن في النهاية طريقة واسلوب لعب وفي مواجهة الكبار كان رهان نجح وقدمه استويات كواسة جدا اللي المنتظر وسنة أولة بالتأكيد تختلف عن سنة تانية خبرات بتزيد دراكل الامكانات في رقيته بتزيد وصول فكر وطريقة واسلوب لعب بتزيد تالي ايه المتوقعة واي اللي انت منتظره بمعصر كولر في البطولة دي يعني التحرر من كل الضغطات اللي بيتمارس على الاهلي مؤخرا المطالبات يعني انت راح كاس العالم في كل سنة بتكون راح فيها كاس العالم مش مطالب بقى حاجة غير انك انت تروح تلعب لعبك وده معظم المدربين اللي كانوا بدربوا لأهلي في بطولات كاس العالم سواء مانويل جزيء قبل كده أو حتى فيتس ومسيوان اللي حقاوا إنجازات قبل كده قالوا الكلام ده قال لك ان اللعيبة بخليها بتنزل تلعب المطش وهي فرش خالص مفيش أي حاجة مفيش حاجة مطلوب يعني مش مطلوب منك انك تكسب ريما دريد اه مش مطلوب منك انك انت تكسب باير فانت بتنزل تلعب المطش وانت متحرر من كل الدخوط وعندك الدوافع انك انت العالم كله بيتفرج عليك فانت ما عندكش سنة يعني ولو واحد في المية ان يكون عندك نسبة السرحانة اللي كان لسه صعيب يتكلم عنها اللي حصلت مثلا في مطش بابلوزداد أو سنة تكاسل أو الكلام ده كله فمارسل كولر واحد من المدربين اللي استنى اللي فاتت شقة الأقدار وبعد ما مسك الأهلي بشهرين جي الموضوع بتاع ان المغرب هتشارك في المغرب هتنظم بطولة المجال لا نفسه مرة واحدة ده ما كانش مطالب عليه أصلا ما كانش مطالب به أصدي فمرة واحدة اللي نفسه هتشارك في بطولة كاس العالم بتلعب انت لعبت دي النوسخة التسعة اللي هتشارك فيها منهم ربع مرات على التوالي اللعبة دي نفس 80% من الجيل ده بيلعب رابع مرة كاس العالم على التوالي دي حقيقة وبالنسبة المرسل كولر بلعب العشرة يعني يعني خمس بطولات على التوالي إن شاء الله بإذن الله لكن بالنسبة زي أنا أقولك المرسل كولر تحديدا هو كمدرب متمرس عارف كويس ان اللي بيحصل في الأوقات اللي زي دي حصل معايك كلام ده قبل كده في سويسرا مع بازل حصل تعصرات كتير في الوقت اللي كان بييجي فيها مباراة كانت ممكن هي اللي تخلصت أو تعيد إحياءه من جديد أو زي بيروك مباراة عنق الزجاجة كان بينجح فيها السنة اللي فاتت ده حصل مع مرسل كولر مباراة الهلال مثلا في بطولة دوري أبطال أفر كانت عنق زجاجة من ماتش دوت انت بدأت مسيرة الخمس ألقاب اللي اتحققوا السنة اللي فاتت مع مرسل كولر مباراة فريق فلومينينزي المباراة دي انت خسرتها بظلم تحكيمي واللعيبة نفسها ظلمة مرسل كولر في المنش ده في المنجو ناس احنا كسبنا أوكلند باكاة سياتل أوكلند باكاة سياتل ساندرز بتلاتة اعتقد سلسية اعتقد لو ما أوكلند اكلند سلسية سياتل كان واحد سفر بتاع أفشة هدف أفشة اللي كان في الجال الأخير وبعد ذلك لعبنا ريال مدريد أفكاة سياتل ساندرز كان منافس قوي جدا جدا وكان عاملك يعني كان الفريق نفسه كان عاملك حساب وعرفه وبيلعب مين بس انا هقولك حاجة في الأربع مطشاط دول اسمع برضو رأي سعيد انا حسيت انه اللعيبة بتلعب وهي مش حتى في اعتبارها الفوارق اللي موجود بزبت لعيبة كرة لما بينزل الملعب وهو بيواجه فرق زي ريال مدريد لو ما عندوش الثقة في نفسه وما عندوش احساس انه يقدر هتحس انه في رجليك ياس رامل صحيح والطريقة المحاضرة والاسلوب اللي بيختاره الهيد كوتش في المطشاط اللي زي دي وانت راح تلعب ريال او انت راح تلعب في لامينجو لو وصل للعيب انه مش واثق في امكاناتك او حط تاكتك او طريقة لعب شدوا الحلية رجال احنا نزلين ندفع حتى السومالة يعني يفهم حتى الموت برضو هتأثر نفسيه لكن الوضح انه كولر حتى في مواجهة فلقة زي ريال وزي سياتل ساوندلز وهم يفقوق من ناحية الامكانات والاسماء والعناصر الفردية كان مدي لعيبته والاريحية دي كان موصل لعيبته ان احنا نقدر نعمل ده صحيح مارسل كولر كان واضح من البداية وكانت استراتيجيته معلنة ان انا هلعب كورة ان انا بحب فلسفتي هجومية راجل بحب اتقدم الكورة استحوز حتى لو كان خصمي هو اقوى خصمي وهو بطل اوروبا فشفنا اخناقة على مين يتحكم في الرتم مين يتحكم في الاقاع مين يروح لجون اكتر لدرجة ان احنا في فترات اللي احنا كنا مغضوضين لا كفاية كفاية خروج لقدام كفاية مساحتها تظهر شفنا ازاي وانت بتقابل واحد من اشرس الاندية في اخر عشر سنين او اشرس الفرق في اخر عشر سنين في فكرة التحولات انت شفت ازاي ريال مدريد سرق جورديولا في عشر دقايق بسبب التحولات وقدرته على استغلال المساحة فكانت جرأة غير عادية انك تقبل على اسلوب زي ده لكن سابونة في النهاية تحفة رائعة تستمتع بيها طول الوقت وتتحكى بيها النهاردة منزيمة بيتذكرها وبيقول ان قدي ايه احنا كنا فريق صعب قدي ايه احنا كنا فريق بنعمل خناءة كرة طلعين لقدام بنلعب تمرير تدوير صناعة كم كبير من الفرص لو فيه تركيز في لحظة ما من المباراة كنا نقدر نتقدم في الرابع الاخير من المباراة ونقدر نخرج بفوز تاريخي لكن ما زالت الفرص بتتوالى اعتقد ان احنا عندنا فرصة ان احنا نقدر نعمل لها طيب انا مش هرجع لتاريخ طويل رغم انه التاريخ بدأ من 2006 وكنا لسه حديثي العهد يعني بفكرة مشاركة مع ابطال قارات وبطولة بحجل وبطولة الكاس عامل ده لكن خلينا في التاريخ القرية في التلات نسخ الاخيرة دابة يعني واحد من ما كسب البطولات دي بعيدا عن البرونزية انت حققت اتنين برونزية وحققت مرة مركز رقم بس بعيدا عن فكرة التحقيق انجاز على مستوى الرقمي انا بشوف انه انك كسرت حاجز نفسي في فكرة انك تدوب الفوار بمعنى احنا قبل كل بطولة منستعرض قوام اللعيبة منكلم على اخطر لعيبة في الفرقة اللي بتشارك نكلم على القيمة التسويقية كنا دايما بنلاقي الان اللي بيجي في نمرة الترتيب الخامس او الترتيب السادس من ناحية القيمة التسويقية اللي عبته يعني لكن لما تلاقي نفسك بتقدر تكسب مونتريل مكسيكي وتكسب بالميراس البرازيلي وتكسب الهلال السعودي وتكسب الدحيل القطري وتكسب فرق على الورق بتقول ان امكانياتها اكبر منك بكتير انا بيتهالي ده بيلغي فكرة وجود الفوارق دي وبيأكد على فكرة انه شخصية البطل ممكن تقرب كتير قوي او تلغي كتير قوي من الفوارق دي يا نادر في بطولة بحجن بطولة كاس عاملان دي شخصية البطل دي بتتلخص في النسخة بتاعت 2021 اللي كنت بنلعب بيها اصلا هاف سكواد اللي كان كل الفرقة بتقفهمهم افريقيا وبتلعب بمغربي اساسي بتلعب برامج ربيعة بعد ما كان بعيد جدا عن المشاركة احمد عبدالقادر كان بعيد عن المشاركة مغربي مغربي اساسي الفريق اللي انت مكسبتوش في ثلاث ماتشات منهم ماتشين خسرت فيهم بنتيجة كبيرة بـ 5 في المغرب بتلعب قدامه مباراة بتقدم مباراة كبيرة عظيمة قدام الامدم وانتريبتيكسا 1-0 بتلعب وراتبا المراس بتكون الافضل ولكن برضو الاخطاء ساسجة جدا قدرت انك انت ما قدرتش انك انت توصل لـ للفاينل خسرت سمي فاينل بتروح تلعب الهلال بالسكواد المرعب اللي كان عند الهلال في وقتها عاملين تدعمات كمان قبل البطولة دي بزبط مخصوص البطولة هو الهلال كان داخل ياخد اللقب ده وساعتها فريق الهلال خسران من تشيلسي بالعافية تشيلسي تخل اللي هو بطل أوروبا كسب 1-0 أو 2-1 بالعافية بالعافية ماتش تشيلسي ده بتلاقي بالهلال بتدي الهلال ده رس كورة وقاعد بتتفرج على مباراة اللعبة بتعزف فيها كان فيها رفق من الاهل بالزبط بالزبط والله احنا اضيعنا كمية فرص في المباراة دي قصلا غير الاربعة فكرة المعيوف قصلا كان طالع أحسن لاعب في فرقة الهلال نفسها وهو شيئة الاربعة ده في حد ذاته يدل على مدى قوة الاهلي في البطولة دي فهنا بيستمد الاهلي قوته من شخصيته شخصية الباطل اللي موجودة عند الاهلي مش موجودة عند أندية كتيرة ومش عايزة بالغ وأقول بس مش بس في أفريقيا في أوروبا كمان نحي أو في أقارات تانية شخصية الباطل اللي موجودة عند الاهلي مختلفة تماما خليني أخدكم لحالة الفرقة المشاركة وهركز أكتر على الفرقة اللي في طريق الاهلي تمام يعني إحنا إذا ما نجحنا معرفش الأول هينجح تحت جده في تجاوز عقبة أوكلين سيتي ولا خد تحدث المفاجئة لكن في النهاية واحد من الاتنين هيكون في طريقنا يوم الجمعة لو ربنا وفقنا في مواطش الجمعة خمستاشر هيتليعب المواطش بالمناسبة الساعة الثمانية بتوقيتنا هنا في القاهرة هيكون عندنا مواجهة يوم الاتنين مع فلومينينزي البرازيلي في دور قبل النهائي وإذا نجحنا في التطاق على فلومينينزي هنواجه الستي خلينا نركز على الفرقة اللي في مشوار نادي الأهلي هعدي سريعا على الفرقة المشاركة في البطولة على أهم الأسماء وأخطر اللعبين وأكتر اللعبين تمايزا بشاركه في البطولة واقف بالتفصيل عن كل الأخبار اللي بتتردد قد يكون جزء كبير منها في تأديره وفي ظني إشعاعات عن غيابات مؤكدة أو عن لعبها مش هتقدر تشارك في البطولة لكن هبدأ من مطش بكرة اللي هيكون تحت المنزار ما بين اتحاد جده وأوكلان سيدي وأسمع رأي سعيد ونادر في كل المستجدات اللي بتتعلق بالفرقتين وتحديدا كمان التركيز أكتر هيكون على اتحاد جده لكن بعد فصل سريع ونرجع لحد كلهم أبطال باستثناء اتحاد جد اتحاد جده هو الفريق اللي بيستضيف البطولة لكن بطل القرى أو بطل دوري أبطال آسيا هو أوراو راد الياباني وطبعا بيشارك ممثلا عن قارة آسيا وهو بعيد كل البعد عن طريقنا وهو ما اعتقدش يعني ممكن تبقى فيه فرصة لا قدر لو ما وصلناش مبارنة هائية ممكن نقبله في الدور قبل النهائي لكن خلوني أبدأ مع سعيده مع نادر يعني هنلقي الدور كده على أكثر اللاعبين من ناحة القيمة التسويقية اللي بيشاركوا في البطولة في الفرق المشارك البداية مع السيتي طبعا هو السيتي الكفالي طبعا هو الأعلى من ناحة القيمة التسويقية وإذا بصنا على السيتي هنلاهي أنه أغلى لعب في الفريق هو إيرلينج هالن إيرلينج هالن طبعا في كلام على أن إيرلينج هالن ممكن ما يكونش جاهز المشاركة أو يصبته ممكن تنعم المشاركة مع السيتي في البطول بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة افتقاد السيتي للعبين بحجم إيرلينج هالن يقرب المسافات بشكل كبير ولا كتيبة السيتي لا تتأثر هو هيأثر لسبب لأن نوعية الخصوم أي خصم في بطولة الكاس العالم لأندية هي قبل جورديولا هيتكتر بشكل كبير فبالتالي أنت محتاج مهاجم صندوق بمواصفات هالن فأكيد هيصيب أثر كبير وأي خصم يقدر يحافظ على الشكل الدفاعي لفترة هيخلق الصعوبات لكن في النهاية جورديولا بيبتكر بيخلق حلول نروح لاتحاد جده السعودي طبعا عمل مركاته عالمي السندي بنزيمة والجلوكانتي وفقابينيو مع وجود روماريني وجود فليبي لويس طبعا في الدفاع تعالوا نشوف أغلى لاعب في فريق اتحاد جده السعودي طبينيو أكيد يعني طبعا ده العامل السن 38 مليون يورو بزرط وسط مدافع لعب 17 مباراة أو صنع ثلاثة وما سجلش ولا هدف يعني نوعية لعب فابينيو بشكل كبير أصلا ما بتعتمدش على الجنب الهجومي إنه بيكون لعب دستروير أكتر في وسط الملعب ده كان واحد من ضمن الكتيبة بتاعتيرو جين كلوب اللي سيطرت على أوروبا كلها كان واحد من أهم اللعيبة اللي كانوا موجودين وكذلك مع المنتخب البرازيلي كان بياخد أدوار كتير في الوقت اللي كان كاسيميرو زي ما بيقول المخ و العضلات لكن إنت لو تيجي تلعب الأهلي فالوضع هي يكون مختلف إن شاء الله أكيد طبعا يعني هيفكر في كل مباراة على حدة والتدس كله على المطش اللي جاي من بعدها يكون لنا كلام تاني ومواجهة هتكون صعبة هي كل مواجهة الأهلي لو قدر لليل استمرار في البطولة كلها هتكون في منتهى صعوبة يعني تعيب نروح بعد كده لفل ومننزي البرازيل سعيد بنتكلم عن أندريا لعب في موالنزي سعره سعره عشر مليون خمسة عشر خمسة عشر مليون يورو طبعا قيمة تسوقية بتعكس لك حجم موهبة اللعب ودايما لعيب البرازيل في بدايات مشوارهم بتبقى أرقامهم قابلة لمضعفتها خمس أضعاف عشر أضعاف فبالتالي ده بيعكس لك إن أن أنت قدام موهبة عالية جدا قدام قيمة فنية للاعب قادر يحدث فارق وخدلك هلن طبيعي جدا تتكلم على قيمة تسوقية عالية جدا بصفة واحد من أبرز إن لم يكن أبرز أو أهم مهاجئ بتتكلم على التحاد جدا وبتتكلم على فلومينينز بتتكلم على اتنين لعيبة وسط مدافع يأثيرهم حتى الهجوم محدود جدا بالضبط والرقم كمان كبير لو نظرت قيمة أعلى لعب قيمة تسوقية في نادي الأهل هتلاقي فيه فجوة لصالح زي ما حضرتك زكارت من البداية دايما الأرقام في صالح المنافسين طبعا طبعا طيب نروح بعد كده لكلب ليون المكسيكي يعني أمدات المكسيكي دايما يعني دايما وأبد أن يكون فيه بتلاقي يعني أودينيوس أودينيوس فرياس مهاجم كلوب أمريكا المكسيكي مهاجم سعر حاليا خمسة مليون تكلم في خمسة مليون معظم لعبة المكسيكي أو معظم لعبة أمريكا الشمالية أو الجنوبية ما بيكونوش تسخد بالك من أرقامه نادر ده شارك في ثلاثين مباراة ما سجلش غير هدف وحيد وما صنعش أي يعني تأثيره ومتتكلم عن مهاجم آه بصد يعني يعني مدست بريء آه براء خد بالكم احنا نتكلم على مناحة قيمة تسويقية لكن على الأخت الرقمين دي قصة تانية خالص وفي لعبة كتيرة جدا في كل الفرقة دي يعني حتى لو كنت تكلم على السيتي مثلا إيرلنج هالد غايب لكن عندك دوكومو رهيب مزر في الفاضن جاك ريليتش برناردو السيلفا كلهم لعبة على مستوى عالي جدا وقدرين الحقيقة أنهم يكونوا على مستوى الخطورة في حاجة فكرة أنهم مهاجم أصلا وشارك تلاتين ماتش حتى لو ملعبش أساسي في تلاتين ماتش ومساجل هدف واحد بس برضو دي علامة استفهام كبيرة قدام الأداء طيب نروح للأهلي الأغلى في قيمة النادي الأهلي أليو ديانجي أربعة ونصف مليون يورو أعتقد أن رقم أقل من قيمة أليو الحقيقة وأعتقد أنه ده دي علاقة بتراجع مستوى أليو في السنوات الأخيرة واقتراب عقده من النهاية يعني فكرة أنه عقده قرر بيمتهي ما عرفش بالتحديد قد إيه لكن أليو قيمة الحقيقة وصلت في مرحلة من المراحل في وقت سابق بـ 7.6 مليون دولار وكان يستطيع الأهلي أنه يجني أموال أكتر من وراء بيعه لكن كان في حرص على تماسك الفريق كتلة أعتقد أنه كنت كل صيف لما يتم سؤالي عن أهم صفقة بيبرمها الأهلي يقول أنه يحتفظ بعلي معلول وأليو ديانج طوال الفترة الفاتحة وأعتقد أنه يعني رقم ما بيعبرش قوي عن قيمة ديانج وعن قيمة كمان اللعيبة التامية في نهاية الأهلي قادرة قادرة بعد البطولة دي وبعد بطولة أمم أفريقيا أنها تتجاوز تتجاوز 7.8 مليون من الأهلي نروح لراء وراد الياباني أتكلم على الدنماركي أليكساندر سكولز ده 3.3 مليون يورو هو قلب دفاع 46 مباراة أجل 11 هذا هداف هذا هداف 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 لعيبة الدنماركية قصم شكل عام بتمتاس بطول القامة وبتمتاس بالبنيان القوي في الخط الدفاعي سيمون كاير كريستينسن حاليا اللي اتنين عندهم القدرة في ده فأعتقد لعب بالأرقام دي فده أكيد لازم يكون لعب دولي وبتتكلم على برضو لعب دنماركي مش قوة عزمة يعني دنمارك مع كبير احترام موظر مواهب لكن قيمة السوقية عالية جدا وكمان على دوري ياباني يصحبش على دوري غني قوي أو اليابانيين ما بيصرفوش كثير قوي زي مثلا مصين عملت في فترة أو بالضبط أشهر حد لعب في الدوري الياباني إنيستة وفرناندو توريس كان برضو لعب في الدوري الياباني صحيح طيب نروح لأوكلند سيتي أكثر الفرق مشاركة في بطولي الكاس العالي طبعا فريق مفترض أنه يمتلك خبرات كافية للمشاركة في البطولة لكن دايما بيعاني أوكلند من فجوة مع المنواتسين وطبعا ما يمتلكش شخصية الأهلي شخصية اتحاد جدا فدايما بيعاني هنا بنتكلم عن كاميرون هوسن لعب خط وسط قيمته التسوقية 435 ألف يورو طبعا سعر ضعيف جدا جدا بيعكس الفجوة الحقيقة بين أوكلند والتحاب جدا وأي منافس تاني وبيقولك من دلوقتي زي ما أنت قلت في البداية قبل ما نطلع هوا أن النتيجة فرنكونترول معروفة فبالتالي أعتقدت في مسافة يبيرة لعب الموسمين وما 35 ألف يورو ده ممكن يكون تمن حد فريق الناشئين في فريق زعلوك ممكن قيمته تطبع عمدين نقل لعب 26 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 6 أهداف طبعا أعتقد الأرقام دي لها علاقة بطبيعة منافسين ضعاف الدوري عنده أعتقد أن أكلند بعيد جدا حتى بالأسماء الفردية طيب ده على مستوى قيمة نسوقية على مستوى الأرقام والفعالية والتأثير خلينا نتبع قيمة أهم اللعبين في الفرق أهم اللعبين أنتوا هتشوفوه متستمتعوا بيهم في البطولة دي واللي أتمنى أنه لعبت الأهلي وهي بتقابلهم بتقابلوا مستمتعوا وتقدم أفضل ما عندها عشان العالم كله بيتابع بيرلينج هالند طبعا منشستر سيتي يتصدر كل شيء أفضل لها في أوروبا وهداف وصاحب الحزاء الزهبي في دورابة الحمسة العربية وفي الفريمر ليج طبعا بطبيعة الحال السنة يمسجل 14 هدف بس في الإزباس 16 سنبلك على مستوى الفعالية صلاح أفضل منك سنبلك سجل 11 وعمل 7 أسست وبجانب أن الفرص اللي بتتاح لإيرلينج هالند أصلا في بطولة البريمر ليج من اللعيبة اللي جانب إيرلينج هالند أصلا مختلفة تماما تحط أي مهاجم في البرويت بالضغط لكن محمد صلاح من الفرص اللي بتجيله وبيسجل عن الهدف اللي سجله أصلا في آخر مباراة دي اللي كانت أمام كانوا بيلعبوا من الهرستل بارت في الديئة 81 فرصة صعبة جدا رحمة الله يسجلها بصعوبة الحاجات دي كانت شوف ماتش توتنهم هالند مضيع فرصتين جوه هالند عمد رقم سلب يستنادي هو الأعلى إخضارة للفرص طيب سريعا عندنا جيرمين كانوا لعب فلمينزي البرازيلي طيب دي عموما الفرنسي كارين بنزيما مهاجم اتحاد جدا مسجل تسع أهداف الغيني خوسي كانت يلاعب أوراوة رد الياباني مسجل تمن أهداف دول اللاعبين على مستوى الأرقام هما الأخطر أوراوة أكثر تأثيرا هجوميا في الفرق المشاركة أنجوس كيلكولي ده نجمة أوكلند سيتي نيزيلاندي أحرز سبع أهداف الأورو جواياني فريديكو فينياس لعب ترابليوعة المكسيكي مسجل ست أهداف الجنوب أفريقي بانسيتاو طبعا جناح الأهلي أحرز أربع أهداف دول اللاعبين الأكثر تأثيرا هنقل الاتحاد جدا بقى يعني متفقيني والاتحاد جدا فرصة أجل بالتأكيد لو أوكلند خير وبرك أكيد لو أوكلند لو أوكلند دي احنا خلاص عدين إن شاء الله بعدين فقال حسن أوكلند بنزمان فقال حسن لكن الأقرب الاتحاد جدا بالتأكيد بداية خليني أبدأ بما تردد عن فيه لعيبة طبعا مجموعة لعيبة وأسماء مهمة رجعة من إصابة منهم جولكانتي منهم كريم بنزيمة منهم كريم بنزيمة منهم لويس فليبي اللي تأكد طبعا غيابه عن المشاركة في البطولة معلوماتي قبل الهواء عطول أن الحمد الله رغم أنه تم الإعلان أنه جاهز للمشاركة مع الفريق لكنه غاب عن تمرنت النهاردة عافين مطش طبعا بكرا إن شاء الله فبالتالي خلينا أتكلم على أبرز أو أهم الأسماء اللي بشكل كبير أو بنسبة كبيرة غايبة عن تشكيلة اتحاد جدا في البطولة يمكن اتحاد جدا خلال الفترة اللي فاتت عموما شفنا أرقام خداعة أرقام خداعة بمعنى أن النتائج السلبال كتير تراجعوا على مستوى الأداء كان ناتج لغياب عشر لعبين هو النهاردة بيسترد معظم لعبين اللي كانوا مصابين كريم بنزيمة والجولو كانتي وحمد الله وبشوف أن أكل النسيدي هتبقى مجرد محطة لتجهزهم وأنه هيكون شبه باستثناء في البلويز اللي خلاص خارج البطولة شبه كامل للعدد رومارينيو أيضا استعاد من الإصابة وهو يمكن كان أهم لاعب في انتراكة الموسم وفي كتير من العيبة راجعت من الإصابة وفي كتير من العيبة شاركة سواء مع دمك الفريق المباراة الأخيرة في الدولة الخسروة 3-1 أو القوة الجوية سبعان في الدولة أبطال أسيا وبيشارك وجميعهم بيشارك في التدريب دلوقتي فده بيقولك أن الفريق بيستعيد قوته بيستعيد نجومه وبالتالي يجب أن تكون حذر كل الحذر من الأرقام الخادعة اللي بتقول أن التحاد الجدى سيئة هذا الموسم لا مع انطلاقة بطولة كأس العالم هتشوف شكل تاني خالص لأهل ما ينطبق على الأهل بالضبط هتشوف شكل تاني خالص الفريق بيستعيد قوته في آخر مثلا 7 مباريات 8 مباريات هتلاقي 30 إلى 40% من التشكيل في كل مباريات بيتغير فما فيش خالص عناصر بيتغير في طريق اللعبة بشكل اللعبة في العناصر فبالتالي ده أثر على النتائج عشان كده أنا بقول أنها نتائج خادعة لا تعبر أبدا عن قوت الفريق عن حجم نجومه عن دوافحهم عن عقلية مارسيليو جالاردو في المواجهات الإقصائية وطريقته في المواجهات الإقصائية وتاريخه جالاردو أفضل ولا نونو سانتو جالاردو بكل تأكيد وجالاردو عنده أرقام وعنده تفاصيل بتقولك احذر منه قوي في بطولة زي كاس العالم ليه؟ لأن الراجل ده تاريخه كله مع ريفر بريت اللي استطاع من خلاله يكون رقم واحد ويتفوق على رامون دياز أستورة التدريف في الأرجنتين لم يحقق الدوري إلا بعد 8 سنوات طب البطولات دي جابها إزاي؟ بطولات كؤوس مواجهات إقصائية أو البطولة ليه؟ كانت بطولة إقصائية كانت بطولة إليها شبه الكونفدرالية عندنا أو اليوروباليك ثم حقق لأول مرة في تاريخ ريفر بريت كاس لأرجنتين وحققها تلات مرات في ظرف دايق جدا فهو هنا الراجل اللي بيعرف يكسب كؤوس ومواجهات إقصائية في المواجهة المباشرة والبطولة اللي فيها مواجهة مباشرة تبخاف منه جدا بيعرف يزاكر كويس يحضر كويس يعرف يقفل إزاي وفيه رقم مهم جدا بيقول أنه قرابة 80% من مبارياته لا يخسر فيها يعني إيه يعني بيدافع حلو جدا عند رقم قياسي تاني 36 مباراة لم يستقبل فيها هدف رقم قياسي معرفة البنيتي بيع الراجل دا بيدافع كويس جدا بيكسب مواجهة إقصائية كويس جدا بيعرف يلعب مواجهات الكؤوس كويس جدا فهنا تكون منتبه جدا أنك قدام حد فهم خسرته واحد عايز تقييمك أو رؤيتك لخطوط الاتحاد التلاتة أيهم الأقوى أيهم الأضعف من وجهة نظر الكندر وهل قريتك أو مذاكرتك للاتحاد جدا قبل ما توجهه تبقى مبنية على مبارياته الأخيرة ولا المطشاط الأخيرة سوا في الدوري أو في دوري أبطال أسيا شيء ومطشاطه في كاس العالم هتكون شيء تاني مختلف خلينا نرد على السؤال التاني في المطشاط الأخيرة مش مقياس بشكل كبير لأن دلوقتي أنت بتلعب أنت مستضيف في البطولة تلعب على ملعبك واستجمهيرك مع عودة اللاعبين المصابين ده أمر شيء إيجابي بالنسبة للفرقة هم برسل له نفس التشكية دي خسرت آخر ما تشاط في الدوري من ضمك تلاتة واحد الوضع هيختلف في كاس العالم زي ما احنا بقولنا نفسنا في الأهلي هيتحس في دوافع مختلفة في كاس العالم هو هيهدف لأنه يقبل منشستر سيتي أنا كدور سعودي أو كمستثمرين السعوديين حاليا أو الأربع فرق بتقول السمار بالنسبة لنا اصلا احنا عايزين العالم كل يتفرج علينا على الدوري بتاعنا احنا جلنا منشستر سيتي على ملعبنا فلو في فرصة نحن نلعب عليها أن نلعبوا فيها فأكيد هو بالنسبة لفرصة مش فارق مع اللقب بقدر ما هو عايز يتخطى الأهلي أو يتخطى المنافس القدم علشان يلعب أمام منشستر سيتي في سيمي فاينل ده بالنسبة للدوافع اللي هكون عند اللعيبة بتاعت اتحاد جدة عودة اللعبين المصابين ده طبعا هيفرق كتير مع مارسيلو جايردو اللي مش هضيف على كلام زميلة سعيد اللي حاجة واحدة بس فكرة ان جايردو أصلا من المدربين اللي كان متوقع انه يكون مدير فان البرشلونة من سنتين مكان رونالد كومن قبل تشافي لولا تمسو كريفر بليت ببقاءه هرجع بس السؤال الأخير لخطوط اتحاد جدة في الوقت الحالي بحالة اللعبين سواء اللعجعين من الإصابة أو المستبعدين اللعبين من المشاركة أو البعادين عنها من وجهة نصرك ترتيبك ليهم عشان نعرف نقدر نقول نقاط الضعف اللي ممكن نراهن عليها ونحاول نكسب منها الجيم ونقاط القوة اللي لابد ان احنا نعمل حسابها بأفضل شكل ممكن اعتقد انها يبقى في المقام الاول خط الهجومي لفريق اتحاد جدة روماريني وكريم بنزيما عبد الرزاق حمد الله حتى جدت اللي ما كانش بيشارك معهم في بطولة الدوري كان خارج قيم في بطولة الدوري ورايب المشاركة وخصوصا بعد التقلق في بطولة اسيا في دورة ابطال اسيا وده لعب أنا شخصين عارفه قبل ما كان يروح سعودية مع سلتك مع روماريني وبنزيما هما لأقرب اللي بداية مطش بكرة لبداية المبارم بداية بجانب طبعا موسط الملعب يعني بالتدريج هو يبقى الخط الهجومي ده رقم واحد بالنسبة لي موسط الملعب طبعا لو في جهازات نجولو كانت هيفرق كتير جدا معهم في وسط الملعب احنا بنتكلم في خط الدفاع في غياب لويس فليبي واحد من أبرز اللعبة اللي كان في الكلشيو السنة اللي فاتت مع فريق لاتسيو كان مرشح ان هو يروح انتر ميلا لكن طبعا مع الاتحاد وما جابوه علشان ما عارفوش يجيبه امريك لابورت اللي راحت النصر لكن عودة احمد حجاز بالنسبة لي ما يقلش كتير عن اللعيبة دي احمد حجاز عارفين قدراته عارفين قوته اللي هتفرق كتير مع فريق اتحاد جده وخصوصا ان الأجواء في اتحاد جده ما بين اللعيبة وما بين بعضها مختلفة عن مكانة ايام سانتوس اللي كان فيه خناقات على شرط الكابتن على مين اللي يكون على كل احوال بكرا انطلاقت البطولة عين على المواجهة الاولى بين اوكلن سيتي ومن اتحاد جده وعين طبعا هنتابع مع حضراتكم اخبار الفريق اللي هيبدأ اول مشوار السعداد والتحضير للبطولة من بكرا ان شاء الله رحلة الاهلي فعليا او عمليا فعليا بدأت النهاردة عمليا تبدأ بكرا ان شاء الله هنتابع معكم لحظة بلحظة وصولا للمواجهة الاولى للاهلي ان شاء الله شكرا على المتابعة لحياتي